اشتركوا في القناة وهو في مرحلة خلو مسار يعني في مرحلة الانتقال ما بين القوس وما بين الجدي هو الآن موجود في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 15 دقيقة من مساء هذه الليلة اللي هي درجة الانتقال ما بين القوس والجدي اللي هي حد الجدي طبعا هي الساعة 7 وربع بيكون انتهى خلو المسار بعد بث الحلقة وبكون انتقل لبرج الجدي 7 وربع بتوقيت الاردن من مساء هذه الليلة اللي هي ليلة الاثنين على الثلاثاء وطبعا القمر بعدها رح ينتقل لمنزلة سعد الذابح وهي للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية بمعنى آخر يعني هي كي بتيجيه هي فترة خلو المسار الآن خلو المسار هذا زي ما حكينا انه مستمر لكمان تقريبا بحدود ساعتين وربع وزي ما حكينا انه هاي فترة خلو المسار بتعني انه الفترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بالاكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بما انه القمر رح ينتقل واغلب الوقت رح يكون موجود في الجدي فاحنا رح نكتسب من صفات برج الجدي فخلال الفترة هذا اليوم تأثيرات القمر على جميع الابراج انه منعود لطبيعتنا الجدي ومنحاول انجاز عمل متراكم منجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة وبتسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض مننا علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد او شراء تحفة اثرية او البدء بحمية او تجديد تأمين او شراء بوليس التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عندنا زاويتين فلكيات الاولى هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج يعني بتوقيت الاردن الساعة خمسة ساعة ستة وخمسين دقيقة بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليت ايجابية رح تكون بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 4 ثلاثة وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد العصر يعني بتوقيت الاردن الساعة سبعة ونص تقريبا سبعة ونص وخمسة بتوقيت الاردن مساء وهاي الزاوية بتحزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الجدي خلو المسار القادم رح يكون يوم الاربعاء 13 عشرة بيبدأ في تمام الساعة 10 و53 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 8 و46 دقيقة مساء لينتقل القمر لبرج الدلو اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع 6 ايام في تمام ساعة 10 و9 دقائق صباحا بيصبح 7 ايام نسبة الاضاءة بتصير 45% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة هو الان سعيد بنسبة 45% ولكن في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 15% يعني بتقل نسبة السعادة اما بالنسبة للقمر هو بالقوس وبدأ ينتقل للجدي زي ما حكينا يعني مننا نعتبر انه هو بالجدي رح ينكث بالجدي لغاية يوم 13 عشرة هو الان سعيد بنسبة 15% ولكن في ساعات الصباح بصير يعني منتحس بنسبة 15% عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 25% الزهرة في القوس حتى يوم 5 11 سعيد بنسبة 30% المريخ في الميزان حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم 6 يعني 4 6 لا يبدأ عملية التراجع القادم منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18 واحد منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1 12 منتحس بنسبة 10% عبلوتو في الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتتركز اليوم جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة اليوم ما بينفعك للعناد ولا التحدي حتى لو اشتدت عليك الضغوط بدك تحاول تبرر عملك حاول إنك تظهر مهارتك ممكن الظروف تكون شوي معقدة أو صعبة وإنت طباعك اليوم وأفكارك شوي بكون في نوع من أنواع التشتت أو العصبية أو الثنتين مع بعض نتيجة الغضب والإطراب والعصبية والحدية عشان هيك بدك تنتبه لهاي النقطة بشكل كبير يعني ما في داعي إنك تفقد سيطرتك هذا بيت السمعة يعني بدك تحافظ على سمعتك وحافظ على علاقاتك مع المسؤولين زي ما حكينا وحاول إنك ما تتغيب عن عملك برج الثور بتنشطوا اليوم في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم أهم شي إنك ما تجعل أي شيء يحبطك لأنه اليوم التطورات غنية بالفرص المناسبة بتنحسر العواصف خصوصا عواصف الأيام اللي راحت وبترتفع المعنويات من أول وجديد وبتطمئن خواطرك نسبيا هذه فترة مناسبة زي ما حكينا للسفر لورشات العمل للامتحانات للدراسة للتواصل مع أشخاص خارج البلاد للأوراق القانونية أو المعاملات أو القضايا فاليوم كل هذا المجال فاتح وبعطيه يعني طاقة ممتازة برج الجوزة اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة بتصير لمكسب من شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية أهم شيء إنك ما تتشبث أو تتمسك بمواقفك والمواقف المتصلبة لأنه بدك تكون مرن ومبتسم ناقش بليوني ودبلوماسية اتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ يومك اليوم بنشاط وحيوية لأنه تقريبا في بعض الفرص الممتازة على مستوى الشراكة والأموال المشتركة اللي بده قرض بده دعم بده ينهي أزمة مالية معينة اليوم فيه يبدأ في هاي المرحلة وبتكون النتائج برضو لصالحه برج السرطان بينصب اهتمامكم اليوم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العاطفة أو في العمل يعني هذا بيت الشراكة ولكن أنه القمر بيكون مقابلك تماما فبيكون اليوم مناسب للقيام بعمل مشترك والأجواء بتكون شوي فيها نوع من أنواع التوتر ليش لأنه زي ما حكينا طاقتك ضعيفة فبدك تركز بشكل جيد وما ترتجل الأحداث أو الأفكار أو الكلام بدك تكون محضر بشكل جيد الأجواء ضاغطة نسبيا المسؤوليات بتكون عليك كبيرة حاول أنك تهدئ من روعك وحاول أنك ما تنفعل لأنه اليوم أي مشكلة أو مشاحنة أو مواجهة اعتبر أنك أنت الخسران الأهم برضو أنه تنتبهوا على غذائكم وعلى صحتكم برج الأسد طبعا القمر تحرك وصار في البيت السادس فبيبدأ العمل عندكم اليوم بالتراكم مع هيك أنتوا عندكم قدرة كافية لإنجاز قسم كبير من أعمالكم أهم شي إنكم ما تهملوا صحتكم هذه فترة عمل جيدة أهم شي إنك تكون أكثر انضباط وتنظيم يعني تنظم وقتك تنضبط في عملك ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية حافظ على استقرارك قدر الإمكان وخلي صحتك هي الأهم ممكن تقلق اليوم بشأن أحد المعاونين أو الزملاء أو أحد الأصدقاء وممكن يكون فيه التزام لعمل ولكن إنه تقريبا إنه هذا بيكون لصالحك برج العذرة بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وهذا يوم مناسب لنشاط فني أو عاطفي أو هواي معينة هاي فترة بتحملك أجواء سحرية ومفاجآت سعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندم على تصرفاتك الأخيرة وتحاول ترتيب بعض الأمور هاي فترة بناءة وإيجابية على جميع المستويات الحظ بيدعمك بشكل كبير فاليوم تقدر تغير أي شيء يعني حتى في نفسيتك حتى في شكلك حتى في أمور إلها علاقة بالتجميل أو بقصة شعر أو بالترفيه بالمناسبات بالحفلات فالأجواء كلها تقريبا لصالحك برج الميزان طبعا القمر موجود في البيت الرابع فعشان هيك بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية واليوم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم شوي بتكون في نوع من أنواع الاضطرابات عندك مرهف الحس بعض الشيء بتشعر بالارتباك أو ممكن تغضب بسرعة أهم شيء إنك تتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذة عدم القاء اللوم على الأحبة اليوم عندك يعني انشغلات عندك أعمال منزلية عندك حدث منزلي معين ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أو يصير عندك اهتمامات ببعض الأعطال اللي ممكن شوي تكون يعني أو الأشغال المنزلية اللي تكون مربكة أو مرهقة بالنسبة لك أهم شيء ضبط الأعصاب وما في داعي للعصبية برج العقرب طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات اليوم عندكم نشاط عالي جداً وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة بتتمتع اليوم بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن اليوم تحصل على فرصة جيدة وخصوصاً هاي الفرصة ممكن تعزز من مشاعرك وتبرر من موقفك بتنشط بالتنقلات والاتصالات يعني الأجواء عندك اليوم حافلة فعشان هيك بدك تحاول أنك تصحب باكر تحاول تنجز كل الأشياء الضرورية والمهمة بالنسبة لك أو أي خطوة تطلب منك اليوم مواجهة أو حركة أو هذا بتلاقي أنت عندك القدرة لإتمامها على أكمل وجه عندك حيوية زي ما حكينا عالية جداً برج القوس طبعاً اليوم بيحمل معاه فرص مالية أو لم فرص لمكسب مالي بتيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو على جائزة ممكن تحتاج لمساعدة جهة ما أهم شيء أنك ما تتكبر يعني تقريباً بنقول أنه الوضع الفلكي تقريباً بلش يتحرك لصالحك هذا المهار وهذا الشيء بيسهل كثير من الأعمال أو المهام اللي بتتطلب يعني شيء لحياتك بتحب تعمله أهم شيء أنك ما تسمح لأي شخص أنه يستفزك أو يغشك كون حريص على أموالك وممتلكاتك حاول تعزز وضعك المالي بشكل جيد الفترة هاي ممتازة ولكن زي ما حكينا في أوقات معينة بدك تنتبه على مصريفك أو على دفعتك يعني ما في داعي للمجازفات والمغامرات المالية برج الجديد بتبدأوا اليوم فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم اليوم السيطرة على زمام الأمور بس أهم شيء أنك تحاولوا أنك تجد الأشياء الجديدة أو تبحث عن أمر مميز هذا اليوم لأن الطاقة عندك رح تكون عالية وفي نفس اللحظة عندك القدرة اليوم على إتمام كثير من الأمور اليوم رح تعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات على حسب تحركاتك أو نشاطاتك وتعتبر هذه الفترة من أشهر أو من أحسن فترات الشهر تدخل التنويع على حياتك الشخصية وبرضو في نفس اللحظة بتحمل انفراج وتسوية أهم شيء زي ما حكينا أنه ما تتكاسل ومش أنه يعني تضيع الفرصة من إيدك يعني إذا في فرص تتاح لك استغلها برج الدلو طبعاً القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك اليوم وبكرة يعني يومين وربع تقريباً لبكرة المسى تحديداً لا تبلش أنه أشعة القمر تدخل لعندك أو توصل لعندك فعشان هيك بدك تحاول أنك تدير بالك على حالك اليوم تشعروا بالتعب بنال منكم بتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاولوا أنك تخلدوا للراحة من وقت لآخر هاي فترة يعني منقدر نحكي محبطة وفارغة تماماً من كل خبر وحسم حاولوا يعني بمعنى آخر أنه تمضوا هاليوم على خير بشكل روتيني ممكن تواجه ضغوط وعراقيل وامتحانات صعبة لأنه ممكن برضو أنه يكون فيه نوع من أنواع الخسارة أو تأجيل حدث معين أو إلغاء شيء أنت كنت تنتظره ينتأجل أو يلتغي خلال هذا اليوم أهم شيء أنه ما تحزن يعني يومين وتتعوض الأمور وما فيه داعي للتسرع برج الحوت بتنشطوا اليوم اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ما رح يشاركوا في مناسبة سعيدة اليوم بتميل للتواصل مع الآخرين وممكن تنجح في حجد تأييد أو دعم لقضيتك بتتحمس للقاء الناس أو للتعارف ممكن اليوم بعضكم يسافر أو ينضم لجمعية أو يهتم لشؤون الأقارب أو أقارب الشريك الأجواء تقريباً منقدر نحكي أنها ممتازة على كل شيء له علاقة بالوضع الاجتماعي عندك نشاطات عالية وعندك مناسبات حاول تستغلها وبرضو بحب أنوه لمعلومة أنه يعني بكرة المساء القمر رح ينتقل ويصير في بيت المتاعب فحاول أنك تنجز كل شيء مهم وضروري خلال اليوم وبكرة لأنه مجرد ما وصل القمر للدلو معناته فترة فيها نوع من أنواع الإحباط والتعب والحظ بيتخلى عنك فحاول تستغل الفترة هاي بشكل قوي وبنشاط عالي طبعاً في النهاية يعني بحب أشكر كل الأشخاص اللي بيشاركوا بيشجعوا على المشاركة وعلى التعليقات على اللايكات على الكومنت على كل شيء بيساهم بتطور هاي القناة وبرضو بحب أشكر الأشخاص اللي منتسبين للقناة اللي انتسبوا للقناة وإن شاء الله أنه يزداد العدد لأنه هدولا داعمين يعني المنتسب هو داعم للقناة بيساعد بأنه نطورها وبرضو بنشكر الأشخاص اللي بيدعموا وبيساهموا بالدعم من خلف الكواليس لهم كل الاحترام والتقدير وبرضو بنشكر الأشخاص اللي خذلونا في الفترة الماضية يعني هذه نقطة مقصودة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء